موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخواتي وإخواني على قناتي وقناتكم شوات أم إنصف معكم فرح في وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم إن شاء الله سوف نحضر معكم بيزة المطاعم مع جميل الأسرار سوف نشارك معكم الأجبال اللي كان نخدم بهم واحد لابات اللي كانت رائعة رائعة بثاف سوف نعطيكم جميع النصائح لتصنق لكم هذا البيزة كيف لا تلاحظوا تمنى الوصفة اليوم من الإعجاب لكم لا تنسوا إذا أعجبتكم الوصفة تخليوها في التعليق وشكرا لكم بزاف على المتابعة ومساندة طيبة مهما نطول شي لكم بزاف ونخليكم مع المكونات والطريقة وفرجة ممتعة مرحلة الأولى سوف نضع فيه كأس العنباء من المدافي كأس مع مرش من الدقيق الفينو دقيق الأصفر ملعقة مع مرش كبيرة من سكر سنيدة نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية خميرة الخبز سوف نخلط هذه المكونات مع بعضهم كيف لا تلاحظوا سوف نضع الحبيبات الخميرة أيضاً سكر سنيدة سوف نغطي الخليط سوف نضع الحبيبات الخليط سوف نضع الحبيبات الخليط نضع الحبيبات من زيت زيتون خمير قليلاً ثم نضع الحبيبات الخليط اضافة للملعاق انا اضافة لكي لاحظوا اتمنى ان القوام يكون موضح في الفيديو سافرة لا تزيدها اشتد دقيق نضيفة رشيشة خفيفة زيت الزيت نجمع العجين نجمع العجين نجمع العجين اضافة حتى يكون مرخوف ورطب سوف نغطيها سوف نغطيها سوف نقوم بخمر 1-3 ساعة سوف تكون نتيجة احسنا في هذه المرحلة سوف نشحر البصلة هنا كمها قطعتها جوانح نضيفة لها القليل من الملح القليل من الإبزار ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت الزيت نباتية الزيت نشحر البصلة على نار متوسطة حتى تضيح البصلة و تشحر جيد نضيف لها قليل من الزعتر ثم نختمر العجين البيتزا نضعها في الحجم نحاول نجمع العجين حتى نحل الخامير نخدمه جيد نضيف زيت نضيف زيت نقسم كويرات نضيف نضيف كويرات نضيف نضيف نبسط العجين نضيف 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 ضيف من الحجم لذلك نضيف لذلك نضيف نضيف سوف نسرح الكويرة الثانية بنفس الطريقة مع استعانة السامد الرقيق والمدلك ايضا باش غادي تبسط لي جيدا هاد العجين ونحصل على العجين اللي كتكون رقيقة فهذا الاثناء اللي بنات الفرن يكون مشعول ويكون على درجة حرارة مرتفعة هذي النصيحة اللي غادي نعطيكم لهذا البيتزا هذي باش تنجح معاكم فالعافية تكون مجهدة كيف ما لحتوه هنا غادي انتق العجين ديالي بهاد الآلة هادي سراحة تنفع عملية إلا ما متوفراش عندكم فغادي تكون العجين ديالي بالفرشيطة وهنا غادي نجيب صلصة ديالبيتزا وغادي ندهن العجين ديالي بصلصة ديالبيتزا إلا لاحظوا البنات أنا كنعمر البيتزا ديالي كاملة وهي مازال خضراء يعني ما كان طيبها شنص طيبة هذي بنسبة للفكرة الثانية اللي عندي ديال العجين ديالبيتزا سوفي هنا بعدما اوزعت ديك صلصة ديالبيتزا على العجين دفت هنا القليل من الموزاريلا عندي هنا يا ذيك البسيلة بعدما طابت اللي وريتكم من قبل اللي شحرتها هادي ناخد منها ايضا كميو غادي نوزعها في هات الشكل هذا دائما الحشوات راكد بقاء اختياريين يا ايما تدير الكفتا او لا سوسيت ايضا بروشيت ديال لادان بالنسبة لي انا فاكي اكلوا لي غير هذي ديال الطون لذلك دائما ندير غير بيزا ديال الطون هنا اخذت علبة من الطون ووزعتها ايضا على ديك العجين ديالبيتزا بهذا الشكل هذا وغادي ناخد هنا طريفات ديال الفلفل الخضراء حلوة اللي قطعتهم مرقاقين وغادي نوضعهم هكا ايضا وغادي ندخل العجين ديالي للفرن حتى كي طيب على درجة حرارة مرتفعة كنأكد عليها وحدي ومعها لتحرق لكم هنا بعد ما طابت عندي العجين ديالي او للا بات بيتزا غادي ندير هني الجوبن موزاريلا بالنسبة للجوبن اللي كنخدم به جوبن موزاريلا اللي كتكون فيه نسبة الدهون 40% من نسبة الدهون وبنسبة للجوبن الاحمر كنستعمل كرون ديالتاج كيبقى هو احسن جوبن احمر كيبقى الديد ايضا كيتعلك مزيلا بالنسبة للجوبن الاحمر الجوبن الموزاريلا هو هذا هذا هو اللي كنخدم به الى لاحطه فيه 40% من المواد دا سيمة سافي هنا يا القطعة الثانية من البيتزا ايضا غادي نوزع لها هنا الموزاريلا حاولوا انكم تكونوا سخيين وانتو ما كتحطوا الموزاريلا على البيتزا ديالكم نعود ندخلها للفرن واحد ثلاثة ديالتاج قبل ما داب الجوبن وغادي نخرجها كيفما تلاحظوا تبقى هذا هو الشكل ديالها بعدما خرجتها من الفرن تجي رائعة رائعة بزاف لديدة ايضا ذاك الجوبن كيجي سايح لابات تجي غزالة تجي مقرمشة انا كتعجبني انها تجي مقرمشة لذلك نحمرها شوية إلا بغيتو هانتو ما متجيكم يعني مقرمشة تجيكم مرتبة فغادي ما تطيبوهاش لا تخليوهاش في الفرن بزاف حتى تقصع لاحظوا شوفوا لابات كيفاش تجيب من تحت ايضا الجوبن كيجي معلك مزيان وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالبيتزا اللي حضرت معكم اليوم مع الاسرار ديالها باش نجيكم ناجحة اتمنى الوصفة ديال اليوم والبيتزا ديال اليوم لا تنسوش لعجبتكم دعموني بلايك واشتراك للقناة شكرا لكم بزاف للمتابعة والموساندة الطيبة وإلى اللقاء في وصفة قديمة دومتم في رعاية الله اشتركوا في القناة